بعد رسوبها في مادتين وتعرضها للتنمر من مراقب الامتحانات نهاية العام الدراسي بكلية الأداب في جامعة طنطة بسبب ارتدائها فستانا بدلا من البنطلون دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على خط أزمة فتاة الفستانة حيث عرض على الطالبة حبيبة طارق طالبة كلية الأداب بجامعة طنطة بأن تكمل دراستها بأي جامعة على نفقته الخاصة ما تزال قصة فتاة الفستان تشغل الرأي العام والمجتمع المصري ردود أفعال واسعة على واقعة التنمر على طالبة بجامعة طنطة والمعروفة إعلاميا بفتاة الفستان القصة بدأت بعد أن تعرضت حبيبة طارق للتنمر من مراقبين بالكلية اعتراضا منهم على فستانها محمود زكي رئيس جامعة طنطة قرر إحالة شكوة طالبة وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبين لجان إلى النيابة العامة حبيبة نشرت الأمر على فيسبوك شرحت فيه الواقع التي تعرضت لها اتعرضت في نهاية الأمر للرسوب في المادتين ما دفع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للدخول على خط أزمة فتاة الفستان وعرض عليها أن تكمل دراستها بأي جامعة على نفقته الخاصة للمزيد تنضم إلينا من القاهرة حبيبة طارق والتي تعرف إعلاميا بفتاة الفستان بانطلون ولا فستان يا حبيبة فستان صباح الخير يعني حبيبة ما الذي حدث؟ إيه اللي حصل علشان كل ده يحصل؟ الفستان كان قصير ولا إيه؟ بالعكس الفستان كان طويل كان معدي الرجبة عندي بكتير جدا وكان واسع وما كانش فيه أي حاجة ملفتة وحتى يعني من فوق كان مقفول تماما وهذه شروط دخول الجامعة ما عندك أي مشكلة في المظهر؟ لا يعني ما فيه جامعة عندنا مش حطة أي قوانين أو أي حاجة أو دراست كود يعني للكلية وكمان أنا ما تعدتش حتى إن كان فيه دراست كود فأنا ما تعدتوش يعني نعم أصلا نحنا على كل الأحوال شفنا الصورة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بس كيف كانت طريقة التنموء يعني كيف عملوك كيف قالوا لك أنه فستانك غير لائق أو غير مقبول بالجامعة؟ كانت بطريقة بسخرية وكانت طريقة يعني محرجة ويعني صعبة أن حد ياخدها خصوصا هو مش عامل حاجة غلط أن حد يعني يتلقى طريقة الكلام ديت وبدأت بقى الكلام ييجي في حتة إن أنا هما يعني درجة التنمر وصل هما شافوا البطاقة بتاعتي ولما لقوني إن أنا كنت محجبة بدأت التنمر في حتة إن أنت كنت محجبة وقلعت حجابك وإن أنت كنت محترمة وبقيت قلت الأدب فحتة التنمر ما وقفش مثلا عند فكرة لبسي أو فكرة حاجة لأ بقيت كمان البقى فيه إهانة كمان لي أنا أن أنا دروقتي مش محترمة عشان قلعت حجابي مع أن دي حاجة يعني حبيبة حبيبة أنا 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 بيودي أعرف أنه يعني كده من الباب للطاق زي ما بيقولوا بالمصري أنه جيوا وكلموك واختاروك أنت طيب ما فيش ولا واحدة كانت لابسة فستان شمعنا حبيبة؟ اللي كان الفرق ما بيني وما بين الناس اللي في القسم خلينا تكلم في القسم بتاع لأن أكيد الجامعة فيها ناس كتيرة مثلا بشعرها أو يعني بشكل عام يعني اللي كان في اللجنة بتاعتي بشعره الوحيد كنت أنا اللي كان شفته وقتها في الممر بتاعي بشعره كان أنا أو أنا يمكن اللي كنت لابسة فستان برغم أن الفرق الفستان بتاعي وما بين أي طالبة تانية موحجبة كان الحتة اللي بينها في إيدي من إيدي يعني ورجلية لكن هو ما كانش قصير وكان واسع ولونه تقيل يعني ما كانش فيه أي حاجة ملفتة تماما للفستان طيب ما موضوع رسوبك يعني هؤلاء الأشخاص أو الجامعة هددتك ونفذت تهديدة بأنها أرسبتك فعليا هل اعترضت على الموضوع هل أقدره بما اتجهت إلى جهات معينة للمطالبة بإنصافك أنا اللي طلبته من الأول خالص أن حقي يجي في التنمل لما بدأت بعد كده دخلنا في القضية بدأ يجي لي اتهامات سوري التهديدات أن أنا حتسقطي وهتشيلي ومش عارف أي أنا ما كنتش بركز في التهديدات دي تماما لأن أنا ما كانش في مخيلتي أن بعد من الموضوع بقى موضوع رأي عام وبعد ما النيابة تدخلت وبعد كدت أن حد ممكن يجي جنبي في حاجة لكن قبل أن تكتب يوم كان بقالي تقريبا حوالي فترة كبيرة يعني بيجي لي تهديدات بأن أنا هسقط من مين؟ قبل أن تكتب يوم بالضبط جاء أكاونت فيك الأكاونت دوت بقاله من يوم الحدثة بتاعتي يعني والأكاونت ده بيهددني وبيشتمني وبياخد سوري ينشرها الأكاونت ده جاء قال لي أختي سوري بعت لها أنتها أختك هتشيل مادتين مهتمناش تماما بس بفتحتين يوم ناتيكتي لقيت أن أنا فعلا شايلة مادتين فوقتها لما طلعت لايف واتكلمت مع الناس قلت لهم أنا مش عايزة حاجة من الكلية أنا فعلا بالفعل خلاص طي بدأت في إجراءات صح بملفي من الكلية وهروح كلية هبتدي آه أربعة سنين تاني من أول وجديد بس أبتديهم وأنا وقد حقي وأن أنا في مكاني ومكان مناسب ليا طالما الجامعة مش متقبلاني بأي شكل فقررت أن أنا همشي من الكلية بس اللي طلبته إن الشخصية اللي عرفت ناتيكتي قبل ما ناتيكتي الكلية تقول إن في نتيجة هتطلع أصلا كانت النتيجة معروفة وكانت وصلالي أنا طلبت حقي من الشخصية دي حبيبة يعني دلوقتي حضرتك بتقول إنه كان الجامعة متأصدة إنه ترسبك في مادتين هل أنت قدمت هذه المادتين يعني الفيصل بينك وبين الجامعة الورقة هل أنت مشيتي فيها قضائيا ولا أنه خلاص أنا سحبت ورائي من الجامعة ومش عاوزة حقي أنا سحبت ورائي من ال ... أنا خلاص هسحب بأي مشيي في إجراءات أنا بسحب ورائي من الجامعة ومش عايزة أي إجراءات في فتح أوراق من الجامعة مش عشان اللي التثقف في إجاباتي لكن عشان حاجة واحدة أنا مش عايزة حاجة من الجامعة أنا عايزة بقى دلوقتي قضيتي بقىت إن أنا عايزة بقى التهديدات اللي بيجي دي مين هتديدها لإن ده كده تسريب نتائج الطلبة ولأن أنا طلع في نفس اللحظة اللي اتصربت فيها نتيجتي واللي نتيجتي طلعت فيها في نفس اليوم طلع على لسان رئيس الجامعة أنه أنا شايلة مواتر ما أول وأنه أنا كنت في جامعة حقوق وأنه أنا كنت سقطة فيها برغم أنه أنا كنت شايلة بالفعل في جامعة حقوق لسبب واحد وكان واضح جدا أنه أنا جامعتي جات لي في مكان وأنا عايز أحول من المكان ده عشان أدخل كلية تانية معينة كان شرط أن أنا أسقطة تماما تم التشهير بالموضوع ده نعم طب حبيبة كيف وجدت تفاعل الناس والرأي العام المصري مع قديتك الناس بدأت تتفاعل كان فيه طبعا ناس ضدي ودي كان عددها قليل بس كان فيه ناس كتيرة معايا ومن ضمنهم كان فيه بناتك تيجي تقولي إن أنا عملت اللهم عملهوا اللهم ما عارفوش يعملوه أو ما عارفوش يردو لأن فيه كمية حاجات كلب بتتبعتلي اللي بنات كلب بتحصل لهم بالفعل مشابهة لي من كلية أو من مجال يعني من كذا حاجة مش من الكليات بس حاسيت أن أنا وقتها أن أنا بعمل حاجة لغيري مش لي أنا بس وخصوصا أن أنا كل يوم الموضوع بيبقى أشد من اليوم اللي قبله في القضية وفي كل حاجة خصوصا بعد أن رئيس جامعة أو جهة من جهات الجامعة تطلع وتقول أن أنا أصلا طالبة غير مكتهدة برغم أن أنا عندي أربع سنين كلية سوري ثلاث سنين كلية أنا كنت عاملة فيهم حاجة كثيرة جدا في حياتي وحاجات حاجات لأنني كنت مقرمة بمركز أول دوليا كميكوب أحسن ميكوب أورتست شكرا لحبيبة طارق ألف شكر لك ولقبلك دعوتنا لتكوني معنا على الهواء شكرا لحبيبة طارق التي تعرف أعلاميا بفتاة الفستا شكرا